التعليق والمتابعة ينضم إلينا من بغداد الأكاديمي والباحث السياسي الأستاذ حسين الكنني أستاذ حسين مرحبا بك مرحبا بكم وحياكم الله أهلا وسهلا بك أهلا بك أستاذ حسين يعني وجود الحجد الشعبي كقوة عسكرية في نينوى ومعظم المناطق المتنازع عليها هل سيؤثر هذا على نزاهة الانتخابات المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولقناتكم الكريمة بالنسبة لوجود الحجد الشعبي في مناطق مهمة هذا أمر أفرضته الضرورة بعد أن تم تحرير هذه المناطق وانتزاعها من يد الإرهاب بالنسبة لتأثيرها بالعملية الانتخابية أعتقد هذه حجة ضعيفة باعتبار أنه أولا أنه الحماية المناطق التي تجرى فيها الانتخابات هي تحت سيطرة القوات الأمنية وليس تحت سيطرة الحجد الشعبي وأيضا ليس هناك كتل واضحة المعالم أو المرشحين واضحين المعالم تابعين للحجد الشعبي ممكن أن تكون الأصوات تذهب لصالحهم نعم هناك بعض الشخصيات السياسية قد فشلت أن تكون ممثل حقيقي لمكوناتهم في هذه المناطق وبروز شخصيات قوية استطاعت أن تقف نوعا ما طبعا مع الأهالي وكذلك وقفوا مع الحكومة وهو منافس قوي يلاحظه الكثير من المراقبين وهؤلاء حضوبهم أكبر من الشخصيات القديمة ومن هنا كثير من الشخصيات شككت بنزاة الانتخابات المقبلة قبل أن تجري وكذلك الاتهام باحتمالية التزوير واحتمالية التلاعب واحتمالية تأثير الحجد الشعبي على نتائج الانتخابات وأنها تابعة لحيدر العبادي كل هذه تخرصات غير واقعية هناك بعض الشخصيات قد فشلت في أن تكون ممثل حقيقة وهم من أدخلوا الدواعش إلى مناطقهم وهم معروفون بالنسبة للشعب سواء كانوا في الموصل أو غير الموصل وفي كاكوك بالنسبة لوضع الأكراد أيضا وضعهم لا يحسد عليه في باعتبار أنه في الفترات السابقة كان تأثيرهم سيء على الأهالي ومن هنا انسحابهم وعدم وجود البيشمرقة في هذه المناطق أيضا ذهب بهذا الاتجاه أنه لا بد من إشراك البيشمرقة في هذه المناطق من أجل نزاهة العملية الانتخابات أستاذ أحسين عذرا على المقاطعة ولكن ولكن أعذرني ولكن ظهور هكذا تصريح من قياده في الحزب الإسلامي وفي هذا التوقيت بالتحديد هل يعد إشارة لنسج تحالف بين المكونين السني والكردي يعني هذه التجربة السابقة حقيقة أنه لا يوجد باعتبار اختلاف بالرؤى بالنسبة للأكراد لهم مشروعهم الخاص والمتضرر الأكبر طبعا من كل هذه العملية هو المكون السني يعني قرأهم دمرت العوائل السنية قد تم تهجيرها الفقر لاحد القتل والتهجير كل هذه صاروا ضحيتهم أبناء المكون السني وعليه يجب على هذا المكون أن يعي وأن يعرف مصلحة مصلحة الشعب ومصلحة المواطنين في هذه المناطق بأي اتجاه وأن يعمل على هذا الأساس وأن لا يعمل باعتبارات أخرى اعتبارات طائفية أو اعتبارات يعني مصالح في أوضية أو شخصية كثير من الشخصيات تم شراء ذمامهم ومن هنا نلاحظ هم ينسجمون إلى حد كبير مع مصالح قوة أخرى لا تنسجم مع مصالح المكون السني في هذه المناطق وكما نلاحظ اليوم المتضرر الأكبر هو المكون السني في هذه المناطق على هذه الشخصيات أن تعي وأن تعرف مصلحة هذا المكون وأن تدافع عن مصالحه وعن أراضيه وأن لا تكون لقمه سائغة لكثير من الشخصيات ولكثير من المكونات خصوصا اليوم أن هذه المناطق المتنازع عليها مناطق شاسعة ومهمة وغنية واليوم الكرد يحاولون طبعا بشتى الطرق الاستحواذ والسيطرة على هذه المناطق يجب على هؤلاء أن يعرفوا جيدا أن مصلحة هذه المناطق مع الحكومة الاتحادية وليس مع أي مكون آخر لأنهم سوف يتم تهجيرهم كما لاحظنا بعد أن اشتاح داعش لهذه المناطق لاحظنا كيف تم مسح كثير من القرى العربية السنية وما ضمها إلى أقليم كردستان وهم الآن أيضا عادوا من الأخرى بعد اللتية واللتية الآن قد يقررون طبعا اتفاق مبدأ على أن تكون القوائم الكردية قوائم واحدة في هذه المناطق يعني هو الوضع الكردي بالأساس وضع لا يحسد عليه أزمة كبيرة يعاني منها الأكراد على الأخوة العرب في هذه المناطق أن يعرفوا الشخصيات الوطنية من داخل مكوناتهم يا سيدي لا أحد يستطيع أن ينافس العرب في هذه المناطق هذه مناطقهم يعني لا يستطيع أي شيعي أن ينافس على أي مقعد في هذه المناطق هذه المناطق الأغلبية فيها هم السنة يعني لا يستطيع أي كان لا إيران ولا غير إيران ولا الحجد الشعبي أن يفرض رأيه بالقوة على هذه المناطق هذه المناطق مغلقة نوعا ما كلها عشائر ذات طائفة واحدة يجب عليهم أن يميزوا بين الغث والسمين أن يميزوا فيما بينهم منه والذي يخدم المواطن في هذه المناطق من غيرها وتنتهي المشكلة أما ترحيل البشاكل واتهام إيران أو اتهام الحكومة العراقية أعتقد هذه مشكلة يعاني منها السياسيين في هذه المناطق كما ذكرت لأنهم فشلوا في المرحلة السابقة أن يدافعوا عن هذا المكون وأن يحموا العرض والأرض من اجتياح داعش وصاروا ضحية للمؤامرات دولية والآن هم عادوا مرة أخرى ولم يتعلموا الدرس حقيقة نعم الباحث الأكاديمي والباحث السياسي الأستاذ حسين الكناني كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك